موسيقى يا ابو عبايبة عدو إليكم من جديد في فقرة جديدة رياضية من داخل قلب الجيم هنتكلم فيها عنه هنروأكم ونفرفشكم ونشابكم على الصبح كده هنتكلم بقى النهاردة عن اللايف ستايل ازاي حلاتنا كده اللي لسا مدخلين الجيم في فياتهم عشان والاساطير برضا والاساطير المنتشرة والمعلومات المغلوطة وكلام كتير وفي منافسة وحطا عشان وانا اللي هكسب هنشوف هنشوف اللي يكسب مشاهدين الفقرة رياضة النهاردة هنتكلم بقى عن اللايف ستايل بتاعنا عموما في الجيم احتاجت مران كم يوم في الاسبوع عشان اشوف نتيجة واعمل ايه عشان اسبت على النتيجة جيدة وكمان لو انا شخص مشغول جدا في حياتي ازاي احط الجيم من دون اليوم بتاعي ازاي ان انا احافظ وكمان اوازن واعتقد ان احنا بدأنا بالفقرة اللي فاتت احنا عرفنا الاساسيات بتاعتنا ايه خلاص عملنا اللي هو زي تقرير شامل عن قدراتك رياضية نبدأ بقى نتكلم على خلاص بقى هنعمل ايه واعتقد ان انا ما كده كده تلقى اجمد هحط عليه هنعرف اخي الفقرة انا ازاي هحط على عباية استنونا هنشوف كابتن حسين وكابتن يوسف وسؤالي هيبقى موجه ويقول زي ما انا بدأت كده يا كابتن يوسف انا دلوقتي شخص مشغول يبقى وبشتغل ست يام في الاسبوع عندي يوم مراحة واحد بس اللواء يوم وجمعة وبقضي نوم وعايز اتلقى الجرم في يومي عايز اتمرن وعايز اعمل فرام الساحل هو ده طبيعا وعنده يومي واحد اجازة ومحتاج بيحط الجم في حياته جميل بصوا انا زي ما اتفقنا نحن اول يوم الجم ونبدأ ناخد منك اسئلة فيها تفاصيل حياتك يومك ماشي ازاي وشغلك ماشي ازاي فانت هتقدر توظف كم يوم في الاسبوع ده بناء على الاسئلة وبناء على الاسترس انت بتحط فيه وطبيعة شغلك بنبدأ قليف يومك جميل انت واحد يومك مشغول جدا واليوم من روحها الوحيدة اللي عندك بتبعيز تنامه فانا هطلب منك طلب ان انت بس تنزل للجيم يومين بس يومين هنقدر نوظف يوم الجسم كله هنقدر ناخد يوم قبر ويوم لور وباقية الاسبوع احنا بنريح واليومين بنبعدهم عن بعض بحيث ان احنا نعرف نوفق الجسم كله بالضبط ولكن هنقدر نتيجة بيبقى فيه بروجرام محسوب بروجرام ده بيوري النتيجة هوا ممكن تكون على لون ترم شوية بس ده طبعا ده المطلوب اصلا النتيجة السريعة ده مش احسن حاجة يعني مش فعلا كما بنسمع انه النتيجة اللي بتيجت سرعة بطرق بسرعة بس ده ما اقدرش احطه ان انا كقاعدة امش عليها ده بتختلف من شخص لشخص يعني واحد جيناته قوية في خلال ثلاث شهور عمل فورمة جندة وشكله بقى كويس هل الطبيعي ان هو مجرد ما يبطل هيرح بسرعة عشان هو عملها بسرعة لا هو ربنا خلقه جينات موهبة من عند ربنا طيب هل فعلا فيه حاجة اسمها ماصل ماموري او الذاكرة العضلية للجسم؟ اهو موجود حاجة اسمها ماصل ماموري بس مثل الناس ما فاكرة ان هو براحتي يعني اقعد من الجيم لسنة وارجع فانا هرجع بالماصل ماموري بتاعتي تاني فلا مفيش حاجة اسمها كده لا مفيش حاجة اسمها كده احنا معانا ثلاث شهور دول لو قدرت انا ارجع للجيم تاني بعرف اوصل للفورمة اللي اوصلت لها قبل كده في خلال الفترة في خلال من اسبوعين لشهور بالضبط لكن انا بعد الثلاث شهور واحد ببطر وقاله 6 شهور وقالي يقولي انا عندي ماصل ماموري فاكرة ده ابتدي من العاوز لا مش هابتدي ان هو معانا كابي جينر لا انا هابتدي معانا هو حد عنده خلفية عن التمرين بس مش هبقى معتمد ان الماصل ماموري هتيرجع وانا هو يرجع انشيب في فترة قليلة لا مش هقدر اعتمد على ده حسين يومين في الاسبوع لا انا ممكن اسأل حسين بقى ويقول لي لو انا شخص خلاص بدخلت الجيم وخلاص كابتن يوسف قال لي انت يومين في الاسبوع فالمفروض بقى اول حاجة ابدأ هل ادخل في الكارديو والعب شوية زي ما ناسم تقول ولا لا المفروض ادخل على طول على الحديد وابدأ اشيل اوزان وادخل في القصة دي المفروض الترتيب المنطقي وانا شخص لسه بيبدأ يبقى ايه اللي بيحدد ده الاساسسمنت اللي بيحصل معاك اول ما بتيجي لان انت بيجي اصلا كذا حاجة بالنسبة للمسل وبالنسبة للميكانيكس بتاعت المخروص اللي عندك نتحدد ابدأ معاك امين سي ان ممكن عندي مشكلة في ظهري سي ان عندي مشكلة في مفصل معين في الجسم كان فيه اصلا اكسسنت قبل كده او حصل مشكلة في مفصل معين ورية عدت وعد عليها سنة او اثنين بس ده اثر علي في الميكانيكس بتاعت جسمي الموفمنت بتاعت كثلي رجلي الهب ممكن حاجات كتير قوي تحصل في الاساسسمنت تحدد هشتغل معك ازاي لو في مشكلة بنقدر ان احنا نحط نعالج المشكلة دي فلس ان انا هشتغل حاجات بداعامة لو مافيش مشكلة لو انتن لا لا مافيش اي مشكلة هشتغل الاثنين وبشوف لو هو الجول بتاعه يجي ماصل مش هشغله كارديو كتير لو هوا ما عندوش فاتحه اللي هدف بتاعه يبني عضلات اللي مش هيشتغل كارديو كتير مش هيشتغل كارديو كتير يبقى معدنى المنتظم يخليه على اقل يشغل الانجين بتاعه ويتنفس ويحسن من المعدل مبادات القلب بتاعه ويتنفس كويس ومش بيتعف وفي نفس الوقت برضو بيجي الموصل وبيشتغل على السترنت وعلى الموصل بتاعه كويس ولو هو هدف فورمت الساحل لا لو هدف فورمت الساحل الموضوع بيختلف شوانا يعني عايز بسرعة يلحق يعمل فورمت في الوقت ده هنننسى موضوع اليومين لازم اه يعني ده سؤال هاجل جدا جدا في هذا الوقت من استنى يعني الناس مثلا بتبقى مقضيها اكل وشرب وكل اللي انت عايز تقوله لا مش نزل كلنا كلنا مش نزل كلنا بنبقى مقضينا ونيجي بقى اول ما بنحس ان الدنيا بقى اتحر وانشت وطلع والصيح يدخل وايه ده وبدأ اللبس يقصر ويدياء ومناظر مش عابنشوفها بقى ايه واللي عايز يسافر الساحل زي ما قالت وعبايدا يسافر فعايز يعمل شيء فالوقت ممكن ساعتر انا هتطرق قولك يومين مش كافي خلصة يومين ده فورة لونج كلم ان انت هتحقق ترودرس قدامي طيب لو انا دلوقت حابب ان انا عامل شيء وبسرعة اللي بيحدد ده على فكرة وبيحدد الطايم ده الجسم الاساسيسمنت بتاعك انت لو جسمك فيه هنقول فات بمعدل لو ينفع نتكلم على المتوسط العامل يعني نقول كده الناس العادية مش شخص جامد ولا شخص عادي عنده فات كتير ولا هو عنده فات قليل شخص عادي عايز يعمل شيء كويس وفي نفس الوقت بقاله فترة ما تمرنش بياخد من يعني شهرين على حسب هو بيشتغل معي ازاي بس مش هومين على حسب التزامه وعلى حسب التزامه وعلى حسب النيتروشنط لام بتاعه يبقى اصف عادي ساعة هنا يعني لو صحي 14 ساعة 15 ساعة ممكن فيه نازم تسحى 18 ساعة في يومه وبينام 6 ساعات فال18 ساعة دول انت بتجيلي ساعة واحدة بس ففيه 17 ساعة برا المكان 17 ساعة دول بتاعك عامل ازاي بتحرق كويس بتريكوفر كويس بتاكل كويس فانت مش بس الساعة اللي بتتمرنها في المكان هي دي اللي بتخليك تعمل فورمات الساحة خالص بالعكس لو فيه نتريشنط لام كويسة قوي ولو فيه لايف ستايل الى حد ما بيسيك من انت توصل للهرب بتاعه هيعمل معي نتيجة حلوة ايه لايف ستايل الامثل عشان نكمل لام اللي بيقول علينا يعني انا ما قد ايه اكل اتحرك قد ايه انت الناس اللي يمتلك على مكاتب هذا دا شخص اللي هو جي مبارح عمل بدأ معك مأنت عملت له وعفت له كل حاجة وجد دقاشة دقا لصي بصي تصد Becca بدأت القصة اللي يمتلك على المكاتب بيه دقا لنا ده وسع شوية ده على هرافات كوام واراق مرحل في حد اتكلمها بان تشكل جسمه ضغير او واضعه ضغير فده حاجة تانية ايه لا خلينا بالطبيئة تطبيعيه بان ادم الطبيعي بأن أدم سليم وحياته ماشية تمام فعايزين نحسن اللايف ستايل بنبدأ أن ننصح لو هو مش 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 على بروجرام بلان بتاع الضايت محسوبة بنبدأ أن ننصح أن انت على الأقل تكون ما بين كل 3-4 ساعات تاكن واجبة وكل واجبة هلسي يعني ما كونش جاند فود بقى أو الكلام ده بتكون مثلا مشويات ومصدوط ده لو أنا يعني هحاول اتدخل في قصة الأكل شوية وبالنسبة التمرين من 4-5 تيام في الأزهوع مدد التمرين ساعة كما كابتن حسن طبعاً لو هندخل كارديو ممكن ما يوصل بالتمرين بساعة ونص عادي بس كتمرين نفسه داخل الجن ساعة هنشين حبيب في خلال ساعة وهذا هو دينا الأسطورة تانية يمكن ما يدون تقول له هالي بلكن بني أسمع أن أنت كل ما تعد في الجن أكثر كل ما تعمل عضلات أصلاً كل ما تعمل بطل كل ما تعمل بطل وعرق والمجود ونوت نفسك في 4-5-6 ساعات هلسي أسمعها كده؟ لا 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 يضبق في جيم أضع قفل في قوي وقفل في منظم وضع تلان واعمل وقت لديه وحضر الموقف أضع الموقف 45 ديئة أنا في 45 ديئة أعرف أنا بعمل إيه كل 15 ديئة أفعل شي 45 ديئة منظمين هم مكتبين طبعاً قبل أن نقوم بقى نعمل تشالج قبل أن نقوم بقى نعمل تشالج 8 8 8 ساعات في اليوم؟ نحن طبيعي أننا من بعد الساعة الثالثة نبدأ أن نخش في الخلط النوم العميق وهو جسمك محتاجها لكي يستطيع أن يستطيع بالضبط فأنت محتاج على أقل 6 ساعات كده أو 5 ساعات نوم عميق فأنت محتاج تمانين أول 3 ساعات دول كده لو أنت تحاول تنام حسناً نوم كوي طبعاً أنا بنامت بصراحة بنامت وبكون كثيرة يالله 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 حط دي في الكون وأضحب تمام؟ كل واحد فيك حسناً 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 كل واحد فيك معك عدد معين هيجني من أول هناك لحد الفون يريدش ويرجع تاني ماشي المطلوب مني أن أنا أوصل عدد طبعاً للآخر وقصناً على وقت ممكن وأن أنا أخلص قبل الفارتنر بتاعي إلا أنت بتشارع عليها ليه ما بتشارع عليها أخلص قبل الفارتنر بتاعي هشاركتها تكسبني نوقف كويس ناخد طبع واحد بس ناش أقول إن أنا أخد أكثر من واحد وهو قف كويس وحاول إن أنا مع عشر طبعاً هل تأخذين؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا ب بروحوا يا ضي هذا الموضوع حلم واتمنى ان انتم تتبسطوا معنا في الفقرة دي نفسه عندنا فقرات تانية نفسه عندنا امور تانية نفسه عندنا تحديات تانية احط فيها على عبايدة استنونا